فالمدخل غير عاقل بمعنى حينما دخن لأنه يكون عاقلا أبدا أكرمكم الله البهيمة لا يمكن تقدم على ما يضروها أبدا وهي بهيمة ولهذا قال نأخذ بعض الأشياء يعني محسوسات وتعرفونها وتدركونها وسوف تستغربون يعني تدركون فعلا دقة كلامها الذي يدخل هي من أقل المفسدات من ذلك الخمر والمخدرات صلى الله عليه وسلم الذي يدخل التدخين معلوم قطعا أنه مضر والمدخن نفسه يقول أنه مضر حينما يقدم عليه وهو يلم ضرره معنى لم يعمل عقله أبدا لأن الله قال لهم قلوب لا يفقون بها وقال لا يعقلون بمعنى لم يعمل عقله فالمدخن غير عاقل يقول انسمحون يكون بها المدخين هنا استمحون يعني المدخن غير عاقل بمعنى حينما دخن لأنه يكون عاقلا أبدا أكرمكم الله البهيمة لا يمكن تقدم على ما يضرها أبدا وهي بهيمة ولهذا قال ولا يكل العام بل هم مضر لأن البهيمة لا تقدم على ما يضرها أبدا البهيمة إذا رأت ما يضرها أو قابلت إما أن تكون قوية تنطحه وتقود وإما أن تهرب ما يمكن تتقل أو حتى إذا صعدت شاهقا أو جبلا ما يمكن تسقط ترجع أو مرت بحفرة تأخذ من الجسر ما يمكن بل حتى الأكل البهيمة أحيانا إذا كان الأكل فيه رائحة ما تسقط أو الماء إذا كان فز ما تسقط إذن هي أعملت ما أهدها الله عزيز الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أهد فالله أعطاها أعطى البهائم وأعطاها اللشان بحيث أنها تأش وتدفع ما يضرها وتتجه إلى ما ينفعها فالآدمي إذا أعمل في عقله لا يزال ينزل حتى يكون أحطاً به وإذا كان من ذوي الألباب وأعمل عقله على وجهه ترقى جداً